منذ اندلاع القتال في قطاع غزة جرت أكثر من محاولة للتوصل لهدن مؤقت لأسباب إنسانية وكتب لوحدة فقط من بين هذه المحاولات النجاح بينما فشلت الغالبية في تحقيق هدفها ففي نوفمبر الماضي نجحت الوسطى القطرية بدعم مصري وأمريكي في إبرامي هدن مؤقت لأسبوع بمجب اتفاق الهدن أطلق صراح أكثر من مائة محتجز لدى حماس من بينهم نحو ثمانين إسرائيليا وينتمي البقول لجنسية أخرى في المقابل أطلقت إسرائيل صراحة مائتين وأربعين فلسطينيا من سجونها كما نشاهد هنا كما وافقت إسرائيل على زيادة كمية المساعدات لقطاع غزة وفشلت المساعد دبلوماسية لتمديد المهلة بنفس الشروط وتجدد القتال بعدها بوترة أسرع وبدأت إسرائيل عملية عسكرية برية موسعة في مدينة خان يونس ولتزال مستمرة حتى الآن مع تصريحات متتالية عن الاستعداد لعملية عسكرية مماثلة وشيكة في رفح ومنذ أسابيع تسارعت المحاولات للتوصل إلى هدنة أطول ففي نهاية يناير الماضي استضافت تاريس لقاء رباعيا بمشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر بحث المجتمعون هدنة طويلة الأجل يتم خلالها وقف إطلاق النار لمدة شهرين ويفرج عن نحو مائة محتجز لدى حماس مقابل إفراج إسرائيل عن آلاف المعتقلين الفلسطينيين بدون تحقيق نجاح وبعدها استضافت القاهرة اجتماعا للأطراف نفسها لمواصلة العمل على مقترح الهدنة الذي بحث في اجتماع باريس وبحسب مصادر مصرية مطلعة أدخلت حماس تعديلات طفيفة على مطالبها لكن لم يحدث تقدم في المفاوضات وبعد الاجتماع استقبلت القاهرة وفدا من حركة حماس سعيا لتقريب وجهات النظر وبحسب مصادر مصرية تواجه المفاوضات صعوبات وتوقفت مؤقتا لمراجعة مقترحات الهدنة الآن تتسارع مساعي إبرام هدنة قبل حلول شهر رمضان وسط مخاوف من إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية في رفح يمكن أن تؤدي لمقتل الألاف من المدنيين